أبدأ معيك يبقى من الأول خالص خالص فضالي بنخش في المرحلة بتاعته أنه بدأ يعود ويسحف أو حتى بيسند ويحاول يمشي فبدأت الأخطاء تحصل يحط يده في كهرباء يوقع حاجة خايفة عليه فببدأ أعاقب الأمهات مدارس في أمهات من السنة بتبدأ تزعق في أمهات تبدأ أقال خفيفة دي وفي الأخر محدش حاسس أن في حاجة جايبة نتيجة فبنعمل إيه ومبطل إيه حلوة قوي أول حاجة دايماً إحنا بنعملها كأمهات طبيعيات أول ما بيحصل مشكلة زي كده بنقول إيه أقاة على طول أقاة أو لا ما تقربش من البطاعة خالص شيل إيه داك من الكهرباء الشاي سخنة هي لسعك وبنبتدي نعمل إكسبراشنز وبنبتدي نعمل مواقف ونفعالات وش مرعب عنيفة جداً وش مرعب بالزبط فدايماً بحب ألفة نظر الأمهات أقولهم تخيالي إنه قمنا كالصوير اللي عنده 8-9 شهور عمل حركة وهو عارف إنه كل مرة حيعمل الحركة دي إنتي هتعملي الوش المرعب إنتي هتحويلي الهالك مرة واحدة وهتروح يزعق أبسه هيلعب هيستخدمني إنه يلعب في الأخ بالزبط كده هو حس إنه هو بقى أنا في إيدي سلطة معينة وبادوس على زرار معين وأول ما بدوس على الزرار ده ماما بتتجنن وبتقلب حاجة تانية خالص إذن أنا الان كونترول وإذن أنا كل شوية عايز أعمل الحركات دي علشان بص بقى أنا هعمل إيدي الوقتي مو ما هتتحول في ثانية هحط إيدي هنا في الكهرباء هتروح نطة من الكرسي ساعة كامني وحيش بالزبط بس أنا شايف إنه فيه ريأكشن عنيف جدا بيحصل أو إن أنا وياخد اهتمام فاضيع قوي لما بعمل حاجة معين فليه ما عملهاش كتير بالزبط فأول حاجة بننصح بيها الأمهات إنه إحنا نهدي البانك اللي بيبانع علينا بالزبط نهدي الريأكشن اللي هيطلع مننا ده نهدي البانك زي ما أنت بتقولي ونبتدي نقوله إيه صح البديل يعني إيه يعني بدل ما أقول لا على الحاجة الغلط أقول آه على الحاجة الصح إنت عايز تمسك حاجة تعال نمسك الإزازة بتاعة اللبن تعال نمسك الببرون عايز تمسك الميا معي وتساعدني تعال أمسكها من هنا عشان هي من هنا سخنة طول ما أنا بتكلم بهدوء بالشكل ده وبحاول أقوله أنا فهم أنت عايز تعمل إيه واللي أنت عايز تعمله فعلا لذيذي أنت عايز تمسك الكوباية وإنت بتجبر وإنت بقيت شاطر وعايز تمسكها لوحدك وفي نفس الوقت بحط الحدود بتاعت دي لما هنمسك هنمسك حاجة مش سخنة لما هنمسك هنمسك الببرونة لو أنت عايز تمسك أنها ساعدك تمسك الحاجة دي فأنا ولا عملت ريأكشن جامد جدا أو عملت تصرف فظيع خلال مرة أحساس أن ده جزء من الاهتمام بيك أن تتعمل الحاجة دي بالزبط وفي نفس الوقت تزيله بديل فهو جي مثلا لأنا صغير وأنا شايلية وتولي نهار عمال يشد شعري يشد شعري وأنا عمال أقول سيف ما تشد شعري سيف شعري أول حل بيتعمل أول حل بيتعمل أول حل بيتعمل أنا محتاجة أقول أنا هقبل إيه وأنا مش هقبل إيه ماما مش بتحب حد يشد شعرها لو سمحت يا ياسين ما تشد شعر ماما أنت عايز تمسك حاجة تعال نمسك اللعبة أتعرفت زين واسين ولا أنت عندك لأ خلص أنا بقى فلن بقول أيها فلن بقى جتيلي على الجرح تعال إنه أكي سعري بيتشد شعرها كميل كميلي كميل يعني أكلموا بالروحة أفهموا أفهموا بالروحة ودايما ألفة تنتباهوا للحاجة الإيجابية عكس الحاجة السلبية اللي أنا شايفها بتحصل فأنت بتمسك الكهرباء فأنا هقول إيه الإيجابي بدل أن أقول ما تمسكش الكهرباء أقول إمسك ده أنت بتلعب بدل ما تمسك الكوبية خلينا نعمل الحاجة الإيجابية دي طب الأقاء وإنهاتنا قلنا عليها دي أصارها إيه أولا أنا في الأول مش فاهم يعني أقاء ثانيا أنا بتديت خف من كلمة أقاء ثالثا بقى الأقاء دي لما هتحصل بقى في الحقيقة والواقع هستيحس أن أنا موجوع قوي خليني أقولك على تجربة جربتها مرة وأنا بدرس في فكرة التربية مع ابني صغير كنت بغير له بامبرز وهو كان صغير قوي كان عنده مثلا ست سبع شهور هت عارفة أنه الألم الجسدي بالنسبة لهم مش هو اللي بيوجع قد الألم النفسي بتاع فكرة أنه ما زعلنا قوي مني فأنا بغير في البامبرز عاد تلعب معيه وزغزغ وعمل مش عارف إيه وعمل أقرس وعمل ضرب وعمل حركات والحركات اللي أنا باستخدمها وأنا بلعب عنيفة جدا يعني لو إنسان طبيعي أو لو طفل طبيعي هتوجعه سنة هو عاد كل الحركات دي بمنتهى البساطة أن إحنا بنلعب بقى وبنزغزغ وانا بعمل حركات في ويش إن إحنا بنلعب وبنزغزغ بكده وحس إن في حاجة كويسة بالضبط موقفش عندها خالص تاني مرة وأنا بغير له وقلت له بجد بجد تاني روحت عاملة كده الهبلة قوي مختلفة تماما على اللي أنا كنت عملته قبل كده من من تقريص ومن ضرب ومختلفة تماما على اللي أنا كنت عملته من كده من قبل كده زعل جدا واتحمق جدا وملامح وش وقلبة علشان هو عارف أنه ملامح وش دي بتقول وحركة الصوت بتاعي والتون بتاع الصوت والحركة بتاعت إيدي كلهم على بعض وصلوله رفض كلهم على بعض وصلوله عدم ارتياح وصلوله عدم أمان وصلوله رسائل مختلفة خالص عن الموضوع فهو تواجع أكتر من دول أكتر منه هو تواجع من الضربة لأن المرة اللي فاتت وإحنا بنلعب وبنزغزغ قررسنا ودربنا بطريقة أعنى في سنتين من المراضي فمش هو ده الاجتوالي أو الحقيقي الواجع بالنسبة له جاي من فين؟ حتة الرفض أو النموة متضايقة منه بالضبط فأنا على قد ما أنا هقدر أن أنا ما وصلش ده لكن أخد الاهتمام بتاعهم أو أخد الفكرة زي لإيه الحاجة البديلة اللي ممكن نعملها ولإيه اللي ممكن ألفت انتباهه ليه؟ عارفة فكرة العصفورة اللي كان مبصد العصفورة بتاعت زمان؟ احنا بحتاجين نعمل الابروتش ده بس بحاجة منطقية بقى أنا مش بنقول بوسط العصفورة العصفورة مش موجودة لكن فكرة أن أنا ألفت انتباه الطفل بالزيت الصغير تعال نعمل الحاجة تانية بدل الحاجة اللي أنت نصمم عليهم دايقين انت بتحب الكوبايات شكلك بدل ما يقعد يطلع عليه الحلل والحاجات الإزازة اللي بتتكسر فيه دارفة معينة، الدارفة دي بتاعت مايا مايا كل ما تكون عايزة ألعب معي في المطبخ الدارفة دي أوكي، ممكن تفتحيها ممكن أكتب عليها بقى حروف بتاعت مايا أعلق عليها إلسة لو هي بتحب إلسة أعمل عليها أي حركات أنه تقول أنه أنت في المطبخ بتاعنا ده لكي مكان وعندك دولاب ومقبول أن أنت تلعبي ومقبول أنت تكرمشي وتطلعي في الحاجات البلاستيك زي